خسائر مالية مروعة ونفاذ للمخزون الاستراتيجي الذي تعتمد عليه امريكا في الدفاع عن نفسها بسبب ما ورطتها فيه اسرائيل على مدار شهور والذي يوشك ان يسبب ازمة استراتيجية للولايات المتحدة الامريكية قد تدفعها لتغيير كل خططها العسكرية الخارجية فما السبب وراء تلك الازمة من كان ليصدق ان امريكا يمكن ان تمر بهذه الازمة العسكرية والمالية الطاحنة التي تعاني منها حاليا والسبب في ذلك حليفتها المدللة اسرائيل الولايات المتحدة التي كانت في الحرب العالمية الثانية لديها انتاج شهري من الاسلحة والذخائر يعادل انتاج خصومها خلال عام اصبحت اليوم تعاني من ازمة هائلة في مخزوناتها من الصواريخ التي باتت سلاح العصر واحد اهم عناصر حسم الحروب ووفقا لتقارير صحفية متخصصة فان الولايات المتحدة تعاني حاليا من نقص مخزونها من بعض انواع صواريخ الدفاع الجوية مما يثير تساؤلات حول استعداد البنتاجون للرد على الحروب المستمرة في الشرق الاوسط واوروبا والصراع المحتمل مع الصين في المحيط الهادئ وبحسب تلك التقارير فقد تدخم الطلب على الصواريخ الاعترادية خلال الازمة الراهنة في الشرق الاوسط بسبب المواجهة بين اسرائيل والصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها ايران والجماعات التي تدعمها واشارت تلك التقارير الى النقص الذي قد يصبح اكثر الحاحا بعد الضربات الاسرائيلية الاخيرة على ايران والتي يخشى المسؤولون الامريكيون ان تؤدي الى موجة اخرى من الهجمات من قبل طهران وفق تقرير لصحيفة وولي ستريت جورنال والصواريخ القياسية التي تطلق عادة من السفن وتأتي في انواع مختلفة هي من بين الصواريخ الاعترادية الاكثر شيوعا التي استخدمتها الولايات المتحدة للدفاع عن اسرائيل من الهجمات الصاروخية الايرانية وهي ضرورية لوقف هجمات الحوثيين على السفن الغربية في البحر الاحمر فيما كشف مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة اطلقت اكثر من مئة صاروخ قياسي منذ السابع من اكتوبر الفين وثلاثة وعشرين ويخشى البنتاجون ان ينفذ مخزونه بشكل اسرع مما يمكنه استبداله مما يجعل الولايات المتحدة عرضة لصراع محتمل في المحيط الهادئ لا تستطيع مجاراته مع الصين كما قال محللون ومسؤولون بدوره اوضح الياس يوسف زميل ونائب مدير برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن ان الولايات المتحدة لم تطور قاعدة صناعية دفاعية مخصصة لحرب استنزاف واسعة النطاق في كل مرة من اوروبا والشرق الاوسط مع تلبية معايير استعدادها الخاصة واضف ان كلا الحربين عبارة عن صراعات ممتدة وهو ما لم يكن جزءا من التخطيط الدفاعي للولايات المتحدة وبنت الولايات المتحدة مخزونات من الصواريخ الاعتراضية على مدى السنوات الاخيرة ولكنها اطلقت في اي شهر من الصراع في الشرق الاوسط عشرات الصواريخ ولا تستطيع القدرة الانتاجية مواكبة ذلك وفقا لمحللين ومسؤول الدفاع واطلقت السفن الامريكية صواريخ اعتراضية بقيمة تزيد عن مليار دولار وثمانمائة مليون دولار لمنع الجماعة اليمنية من مهاجمة اسرائيل والسفن التي تمر عبر البحر الاحمر وفقا للبحرية وغالبا ما تطلق البحرية صاروخين اعتراضيين لكل صاروخ عند الرد على الهجمات كسياسة تأمين لضمان اصابة الهدف في حين يمكن ان يكلف الصاروخ الواحد ملايين الدولارات مما يجعله وسيلة باهظة الثمن للدفاع ضد الاسلحة المصنوعة في ايران والتي تكلف اقل بكثير واطلقت الولايات المتحدة 12 صاروخا قياسيا خلال الهجوم الصاروخي الايراني على اسرائيل وكان ذلك في الاول من اكتوبر بالاضافة الى استخدام انظمة دفاع جوي اخرى وهي صواريخ تكلفتها باهظة الثمن جدا ولا يتم انتاج سوى عدد قليل منها سنويا فهل يكون نفاد الصواريخ الاعتراضية احد اسباب خسارة امريكا واسرائيل للحرب في المنطقة